موسيقى موسيقى يا أهلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج رايكم شباب ساعة راح أكون معاكم من الساعة 6 إلى 7 على شاشة الراي كل التمييز والأبداع في هذا الساعة أخلكم معنا مساء الخير يا نواعي مساء الخير أحمد أكيد مساء عليكم بالخير مشاهدين ومتابعين برنامج رايكم شباب بالأخص رايكم شعوب هو بالأقص رايكم شعوب فأخلكم معنا وتعبوني اليوم راح تكون حلقتنا حلوة ووايد ثقافية منوعة بالدرجة الأولى بس خلينا نقول شغلة بالبداية الحمد لله أمس الأمور عدت على خير وإن شاء الله ربي يحفظ الكويت ويحفظ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والحكومة كلها الرشيدة مثل ما يقولون والله يحفظ هذه الديرة وإن شاء الله ندز عجل التنمية وأي دور للنجازات مثل ما يقولون أكيد إن شاء الله كل أمور تكون بخير والشعب والأمير والأسرة الحاكمة بإذن الله تعالى تعودنا نواف في كل حلقة أثنين تكون حلقة شوي مخمسة في الأمور الطلابية والثقافية بشكل عام لذلك كانت موجودة شاشة رأيكم شباب وشاشة الرأي تحديدا في أرواقات الجامعة وتحديدا في كلية العلوم الإدارية تغطية أسبوع الأندية سنتكلم عننا أكثر في الحلقة أكيد سنكون في حلقة نقاشية مطولة إن شاء الله سيكون معنا ضيوف متخصصين سنتكلم عن الأندية الجامعية ما هذه الأندية ما نتقدم حق الطلاب ما فائدتها وهل الطلاب محتاجين هذا النوع من الأندية سنكون في حوار نقاش مطول وبتدولون تشاركوا معنا بطرق التواصل أكيد طبعا طرق التواصل عن طريق الفيسبوك فيسبوك دات كوم سلاش رأيكم وعن طريق تويتر أترايكم وأسوال إضافة إلى إيميل برنامجنا شباب أتراي دوت تي في لحابة تواصل هذه طرق التواصل وسهلة وسريعة سؤال حلقتنا اليوم هو عن موضوع الأندية الجامعية هل هي حاجة وضرورة أم رفاهية وهل تأثر على الطالب بمعلومات أو تفيده كطالب داخل الجامعة لأن العلم بس أحب أوضح شغلة للمتابعين إلى الأندية الجامعية مو أندية كأفريقيا الرياضية ولكن أندية لكل تخصص في الجامعة وتحديدا سنتحدث عنها أكثر في كلية العلوم الإدارية أكيد مثل ما قال لكم أحمد طرق التواصل صارت سهلة ومعروفة عندنا بالتويتر وعندنا بالفيسبوك وعندنا بالإستغرام وعندنا أرغام التصال موجودة عندكم على الشاشة تقدرون تدقون تشاركون تعبرون على رأيكم مثل ما قال الزميل أحمد وطرق رأيكم يهمنا بالدرجة الأولى أنا البرنامج كله منكم أكيد طبعاً تواصلكم هذا هو أهم شيء يرفع من شأن البرنامج لذلك نقدم الأفضل كنا أمس متواجدين وتحديداً أنا متواجد في أسبوع نادي الماركتينج والمانجمينت أتوقع في كلية العلوم الإدارية سنرى بعض هذا التغيير كلية العلوم الإدارية دائماً تقدم أجمل الأشياء والإيفنتات والتنافس داخل الكلية لذلك نحن متواجدين اليوم في كلية العلوم الإدارية وتحديداً في الشويق وجامعة الكويت سنتحدث عن تنافس بعض الأندية واليوم مقام في الأسبوع عن نادي الإدارة والماركتينج بحضور عميد الكلية الدكتور راشد العجمي وأيضاً رئيس النادي خالد رحمان خاتشوا مع بعض من فعالية تنافس ما بين الأندية الجامعية معنا دكتور راشد العجمي عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت حياك الله ومتشرفين في تواجدك حياك الله يا هلح دكتور رب البلاء يكلمنا عن الدعم الذي قادمونا وتحرصون أن تقيموناك في كل سبوع في منافسة الأندية ما بين الكليات بسم الله الرحمن الرحمن بداية أنا راحب فيكم في كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت طبعاً الأندية الطلابية هي فكرة طلعت من كلية العلوم الإدارية أصلاً يعني من تقريباً 6 سنوات أنشاءنا في كل قسم علمي نادي يخدم الطلبة ثقافياً واجتماعياً ومن هذه الفكرة انتقلت إلى على مستوى الجامعة فنحن نفخر أن أساس الأندية الطلابية طلعت من كليتنا نحن بفضل الله عز وجل الأندية من أنشط الأندية في جامعة كويت تقريباً هناك تنافس كبير بينها وهذا التنافس ينعكس على الطلبة وعلى الخدمات المقدمة للطلبة ومثل من شايف يعني كل أسبوع أو أسبوعين هناك فكرة جديدة تنطرح ويقام لها معرض ويقام لها يعني نشاط معين وتغطية أعلامي فأنا أشوف أن الأندية الطلابية تقعد تثري العمل الأكاديمي تثري خبرة الطلبة وتطلعهم على ما تجد في تخصصهم في الواقع العمل كلمنا عن الأنشطة التي تقام في كل أسبوع كأندية والحين مثل ما تفضلنا نقع نشوف أن يقيم الإدارة والتسويق نادي إدارة التسويق في هذا أسبوع فكلمنا عن شلو نشوف هذه الأنشطة ومدى استفاداتكم منها وأشوف بالكلية فيه وائد أقسام في كل قسم الليها سبوع تقريباً بالسنة فيه وائد طلبة خصوصاً المستجدين مو عارف شلو القسم يبي يتخصص بس مو عارف القسم يسوي سبوع يعرف التخصص حق الطلبة مثل ما نشوف أنه ما شاء الله كلية كل سبوع لها لون كل نادي يتنافس كل واحد يعني يحب يطلع بالشيء الزين وإحنا كطالبة مستفيدين أنا واحد طالب في التخصص محاسبة قاعد أستفيد من إخواني بالتسويق يمكن فيه وائد ناس يمكن أنصاح يروحون تسويق لكن قاعد أشوف النادي أنشطة النادي يبقوا يفهمون الناس بالتخصص زين وكل واحد الله يوفقه إن شاء الله طبعاً إحنا كأعضاء استفدنا وائد استفدنا شون تعامل مع الشركات شون نيب المطاعم شون نيب سبونسر شون إحنا روح التعاون بيننا وبين بعض كأعضاء تعرفنا على تخصصنا أكثر ودشينا بأشياء حلوة وجوانب حلوة بتخصصاتنا شكراً للزميل أحمد مال الله على هذا التقرير كان أسبوع نادي الإدارة والتسويق فيعطيك ألف عافية وشكراً للشباب وعلى مجهوداتهم كل الشباب بشكل عام وكل الندية اللي موجودين على الأشياء اللي يسوونها يفيدون الطالب وبالنهاية هم مستفيدين يعطيكم الفافية أكيد طبعاً هو انطلق أمس هذا النادي وأتمنى التوفيق للجميع الزملاء ترى يعني مبدعين في كل أسبوع للأمانة بالأمانة اللي يقدمونا وفي تنافس ما بين هذه الاندية ولكن التنافس الشريف اللي يقدم كل الإبداعات والمواهب اللي تفيد القسم وأنا برأيي الشخصي أن أرى أن كل نادي يفيد الطالب اللي هو منضم في نفس التخصص لأنه يقدم له طريقة معينة طريقة حية أكثر صح في استخدام المشاريع وبشكل عام أكيد بالنهاية طبعاً هذه الاندية موجودة عندنا كل واحد على حسب تخصصها فيكون مساند له في التخصص اللي هو فيه يعني يزيد معلوماته ويثري مثل ما يقولون وحتى حق الدراسة أكيد راح يفيده فكل الشكر لهم على هذه الاندية وهذه المجهودات اللي قاعدين يسوونها شيء وايد حلو بصراحة ومو غريب على الكويتس أكيد طبعاً راح نستمر معاكم نتكلم في هذا الموضوع بشكل تفصيل أكثر والاندية الجامعية من بعد البرايك مع ضيوفنا داخل السيديو متواصل معاكم مشاهدينا وموضوعنا اليوم حول الاندية الجامعية شنو هي هذه الاندية الجامعية شنو اللي تفيد تفيد طالب وشنو الخدمات اللي تقدمها حق الطالب بشكل عام أكيد راح يكونون ضيوفنا اليوم نورين ومشرفين كلهم من جامعة الكويت فحالة حسب الاندية معانا غاليا الصالح رئيسة نادي نظم المعلومات أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يا مرحبا معانا بدرية المجاربي عضو نادي معانا بدر عفوا بدر المجاربي عضو نادي الاقتصاد الله يسلمك سافي عندي شوية أميما نصيب نائب رئيس نادي إدارة العمليات والامدادات يعطيتي العافية وعندنا خالد رحمة رئيس نادي الإدارة والتسويق يعطيكم العافية وسوري على حياكم الله طبعا منشرفين معكم وصار اكسشينج أو تشينج صار في اكسشينج باللغة الإيكونومي يعني تدري زين فحياكم الله ومنوريننا اليوم موضوع أتوقع شيك وأتمنى كل الطلاب يتابعون هذا الموضوع لأن يفيدهم ويقدم لهم كل شيء الجميلة هناك ناس لا تدري عن موضوع الأندية الجامعية لذلك بدعمكم والأعمال التي تقدمونها سوف تفيدون الطلبة عن طريق الأندية الجامعية سوف نبدأ معكم من اليمين غاليا الصالح رئيس نادي نظر المعلومات في جامعة الكويت حياة الله مرة ثانية وكلمينا عن ناديكم السلام عليكم ومسيكم بالخير ومسي أخواني ومسي أعزائي المشاهدين مشكورين على الاستضافة متشرف طبعاً كل نادي بكلية علوم دارية يعتبر نادي مهني وله عدة أهداف من أبرز أهدافي هدفين أول هدف عندي نظم معلومات أني أبرز تخصصي أمام التخصصات ويزيد من الشعبيته وثانياً أني أخدم الطلبة طيب أنا لم أريد أن أبرز تخصصي يمكن تسألني هذا السؤال لأن تخصصي الأمايس اللي هو تخصص يعني ما يتخصص هنا كل الطلبة الكلية صحيح ليش لأن وعي الطالب لما يكون بالثانوية ويخطط أنه أنا أتخرج من الثانوية بدش كلية علوم دارية يحط باله أنا أتخصص محاسبة هذا هو التخصص يقول لنا المحاسبة كل مكان يتوظف هذا المحاسبة كل مكان يتوظف صح والله إحنا عندنا كادار صح هذا الشيين المهمين عند الطالب فيخرز هذه الفكرة بمخة ولما نعيد كلية تعني مدارية لا يزال أن هذه الفكرة بمخة ويعني ما يعطي نفسه فرصة أنه هو يشوف التخصصات طيب أنت أنت تتبع رأي الأغلبية وهذا خاطئ جدا خاطئ يمكن أن تكون شاطر بالماركتينج يمكن أن تكون عندك قدرة باستخدام الكمبيوتر تخصص نظام معلومات لكن كنت لم تكن تعطي فرصة نفسك وهذا شيء خاطئ ومؤسف هذا توقع دونكم في شرح كل قسم ويمكن واحد يستكشف نفسه عن طريق العمال التي قدمتها بالضبط فأنا لله الحمد من عقب توفيق ربي وأنني صرت رئيسة النادي ومن عقب أعضاء النادي واجهتهم تحية الآن أتمنى أنهم كنت تروني وبرزنا تخصصنا لدرجة أن العام كان في المحاضرة الوحدة فقط عشر طلبة الآن فوق الـ 25 الحمد الله حلو ودرجة أن بداية هذا العام الدراسي خلال موقف صار فيني بداية هذا العام الدراسي أنا دشيت مادة ليس من مواد تخصص مادة كلية كلنا نشارك فيها فأنا طالبة تقلي أنت من نادي نظم معلومات قلت له إينا مشاه عرفتي قلت أسمع عنكم هذا دليل على انتشاركم وليس قلون سهل أكيد عافية نتقل حق وميما يعتبر نادي تخصص هو يتبع تخصص نادر كما هي المعلومات وطرق المعلومات تكلمين عن النادي بشكل أوسع والتخصص التي تتبعون لها طبع أنا أحب أوضح نقطة بالبداية غالبا الطلبة ليس منتبهين لها أننا بكلية العلوم الإدارية في قسم اسمها طرق كمية ونظم معلومات التخصص الأول التي حضرتها غاية تكلمت عنه وهو إدارة نظم المعلومات التخصص الثاني وهو إدارة العمليات الموجودة اليوم ممثل النادي الذي يتبع هذا التخصص تخصصنا هو يعتبر رديد بالنسبة حق التخصصات الثانية ولكن مهم في كل عمل في كل شركة هو الكور لأي شركة موجودة نحن مهتمة في ندرس طريقة العمليات التي تم والتخصص في كل شركة بالإضافة لعدة مواد ندرسها تابع هذا التخصص بشكل عام بس ليش قلت يعتبر من التخصص النادرة عندنا وهو يعتبر دام أنه مهم ليش فريد من نوعه دام هو مهم أرجع سؤالك نحن هو نادر بس ذكرتني في مقابلة صارت عندنا في ندوة في كلية العلوم الإدارية ألقاها رئيس مجلس الإدارة والعضو المتد باسم سيد مشاري الغزالي ذكر أهمية تخصصنا وبنفس الوقت قال نقطة مهمة أنا أحب أذكرها أن عام 2009 لمدة خمسة سنين جدام السوق لكويت محتاج عشر تالاف خريج من هذا التخصص وين خريج أحنا التخصص وين خريج هذا هو أساس وجود النادي توعية الطالب أن هذا هو التخصص موجود يعني توقعوا من كلام كلامك عفوا أن تحتاجون إلى من توعية الناس في مدى أهمية تخصصكم في هذا المجال مدى أهمية هذا التخصص فرص العمل الموجودة المتاحة للأسف غالبا نطلب ما ينتبهون حال تخصصنا بسبب للحين مو التخصص مو ما أخذ مكانا من بين التخصصات الثانية أكيد طبعا في التركيز في هذا المواضيع الناس تبدأ تهتم طبعا الاحين سبيعي ستودين شاء الله لازم جاريهم في الكلام كل المتابعين في برنامج تحية لجميع الطلبة والله يوفق الجميع حياء كلام مديد بدر عضو نادي الاقتصادي في جامعة الكويت الله يسلم بدر الكون كنتو في نادي الاقتصادي يكلم عن أهمية هذا النادي وشون يفيدكم الوضع الاقتصادي خصوصا في الكويت تحديدا أول شي أرحب بكم كلكم مشكوري على الاستضافة نادي الاقتصاد يعني يمثل الاقتصاد بشكل عام هذا اللي ندرسه ندرس تداعيات الاقتصاد وضعنا نساوي داتا لأساس تحليل الوضع الاقتصادي نحاول نشوف شنو الشي الأفضل لنا خصوصا أننا دولة نعتبر عندنا مصدر وحيد لدخل صحيح إذا انتهت دخل هذا شنو 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 فلا شي ما عندنا فحلنا هذا اللي قاد ندرسه عندنا وايض شركات تحليلات تقدم تحاليل أمارة للاقتصاد يقدمونها لنا ويوجه الشكر للدكتور أنوالي شرعان ما قسر كان يوفر لنا هذه التقارير ندرسها ونحاول نفيد الطلاب تعال يا طالب شوف الوضع الاقتصادي هذا المهم هذا أساسك من غير هذا شنو يعني شرحون الوضع الاقتصادي في الكويت ولا بشكل عام يعني أهمية الاقتصاد أهمية الاقتصاد أهمية الحلول لنحن ما اقتصاديين لكن نحاول نوفر حلول نحاول نشرح له شنو الوضع الاقتصاد طبعا نكون نوفر له أمور ثانية نحاول نوفر له المتيريا اللي محتاجها كدراسة كتب الأمور هذه قدم له دورات أكيد بالنهاية اللي نبي نوصل له وهدفنا أنه يكون عندنا مصدر دخل ثاني نسمها قلت غير البترول مثل ما يقولون ننتقل حق خالد خالد إدارة نادي إدارة الإدارة والتسويق طبعا أكثر نادي منتشر كأسم ومعروف وشركات كلها موجودة في هذا النادي في عندنا شيء نادر وفي عندنا شيء معروف أكثر بس خلنا نتكلم ونقول حق الناس شنو اللي يتميز فيه ناديكم عن النوادي غيركم المنافسين كما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء أشكركم على استغلال بسلمنا في البرنامج طبعا مثل ما قلت نادي إدارة والتسويق أو تخصص الإدارة والتسويق معروف في كل مجالات صحيح والبزنس معروف فمثل ما تقولون نحن مو مثل التخصصات الباجية اللي قالوا الأمايس أو اللي قالت فضلت فيه اختهمين من أن نحن قسم نادر وهل هذا فنادي الإدارة والتسويق يعتبر من ما بيقول يعني أقول لك مثل أن من أنجح لندية الموجودة في الكلية نادي الإدارة والتسويق يخدم الطلبة في القسم نفسه وفي بر القسم كله يعني أنا حاب أني يعني كتوجه لي أنا أحب أخدم طلبة إدارة والتسويق وبعد أخدم طلبة الإدارية كلها أنزين ويعني أنا أنا أشوف أن غالبية الطلبة يعني ما بيقولها يعني مثل ليش ما يدشون مثلا التخصصات الباجية دائما يدشون تخصصنا أو محاسبة أو حمد تمويت رأي هذا شطارة تسويق قالت شطارة تسويق ومجالك يحبون الطلبة عندكم صح هذا في بعض الطلبة يحبون المجال التسويق أنا أول ما دشيط الجامعة كنت حاط ببالي أن يتخصص أمايس أول مادة أمايس دشيت فيها دكتور أحد كاترا عندنا معروف من البلتامع سأل سؤال قال من يريد أن تخصص أمايس مزعين أنا رفعت يدي وكنت منزل راسي يعني ما أدري فعندما رفعت راسي طالع ولا أنا طالب الوحيد الموجود الوحيد الوحيد اللي يريد أن تخصص أمايس فبعد فبعد تم اسبوع قول أربع أسابيع وشدي حسيت أن المادة صعبة ودسمة حيلا مزين شعر خليه طلع اللي بقلبها مزين 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 دمان الحشي بدأ ياخذ مجرى مثل ما يقولون بدأنا نستنبه الحشي طبعا هذا شيء زين لنا وحق المشاهد بس نحن نجب نطلع فاصل خلونا نطلع فاصل بس قبل أن نطلع فاصل خلينا نقول لكم من النادي اللي داره بتسويق أمس بدأت فعالياته إن شاء الله مستمر وراح نعرف علندية أكثر إن شاء الله بس من بعد الفاصل فاصل من وصل ردين البعد الفاصل مستمرين مع نجوم البداعات في جامعة الكويت في مختلف الكليات والتخصصات شوية قام فيه إحماء من الجو على اختيار التخصص كل واحد دراية بالنهاية راح نرجح أكارك تفضل كم اللي كنقعد قولنا والموقف اللي تودك أي مثل ما قلت لك أن أول ما رفعت إيدي أن أنا كنت الطالب الوحيد اللي بالكلاس اللي راح تخصص أما يس بعد فترة بعد ممكن أربع سابع أو شهر حسيت نفسي أني مستوعب المادة عدل بس حسيت أن المادة شوية صاح يعني ما لقيت روح كل مادة تقدر تقول مع أني حابة حال حلو حلو أرفع إيدي بنصف الكلاس يقول لي الدكتور خالد شفيك يقول لها الدكتور خاص ما بي أتخصص سمايس صدامت صدامت مزي يقول لي ليش يقول لها دكتور نحن طاف علينا شهر وأنا لحين مفهم بالضبط شنو هو لكن من البداية أنا حاب التخصص ما أقول لك أنه تخصص موزيع بالعكس أنجح التخصصات موجودة عند الملدارية صراحي ماللهم رهن أعرف أنك قدر نفسك لا أنا حسيت أن أنت مو متوالة مع النبو تقدر تقول موحما حبيت تخصص التسويق بشكل مو طبيعي أول مادة خليتها عند أحد الدكتور الموجودين حببني بمادة وايد يعني مو شوية فشفت نفسي أكثر بالتسويق أكيد حلو حلو أن الواحد ينتقل أو يروح أنا أريد أن أرد أخي خالد هذه المشكلة يواجهونها جميع الطلبة بسبب أن يرون مادة مقدمة نظم معلومات صعبة عليهم لكن عندما تتعمق بالتخصص تكتشف أن مادة المقدمة تختلف تماما عن موادنا التخصص موادنا التخصص عبارة عن مواد تخليك تفكير استراتيجي برمجة تحليل تصميم فوايد تشتغل عملي أكثر من أنك تحفظ ومادة المقدمة عبارة عن حفظ مجدد فأشياء تنبضي تخصصنا في حفظ ونحن ضعيف في الحفظ وبعد هناك ناس وائد يشوفون تخصص تسويق وحتى الماركدينج خطة تكتب وتطبق صحيح أنا تخصص العملي بباب العي وين يلقى نفسي صحيح حلو خيكون سؤالي إختغالية لأن روما للإختصار مثل ما يقولون دعونا أقول التسجيع هل أنتم لقيم التسجيع أن هذا التسجيع يجعلكم لا تعتمدون على نفسكم بالدرجة الأولى هل هناك تسجيع من جهات خارجية لكم يعني من تسجيع الجامعة طبعا لو لم يكن تسجيع من الجامعة كان مفتوح أو نوادي حلو طبعا مفتوح أو نوادي عندنا تسجيع دعم قوي من الجامعة وكليات علوم ودارية خاصة ومن قسم طرق كمية دكاترتنا دائما حوالينا ودائما معانا هذا لا يعتبر أننا نعتمدون عليهم أن نعمل دكاترتنا ومشاجعين لن نعمل طبعا لنجب أن نفتخرون فينا لا نخيب الظن نوادي لدينا نائب رئيس وعضاء عليا العضاء العليا نحن ماسكين زمام الأمور مثل ما يقولون فنسمع الكلام من دكاترتنا ونطبق من وجه أعضاء اللي تحتنا فنطبق كل شيء يا أبونا وبالحمد الله نحن دائما عند حصن الظن وقدرنا نرتقي أمام الأعضاء الباجي يأتيكم العافية طبعا هذه الجهود مشكورة على اللقاء تقدمونا لأن بنهاية تتخدمون نفسكم وتطورون نفسكم مع الطلاب زملاكم الجانب يعني بنظري وبنظر ناس أن هذا جايزين بس في ناس وائي تتداول الحديث أن تقول الأندية ما قعد تفيدنا قعد تاخذ من وقتنا في النهاية في عمل أشياء عملية في داخل الجامعة ما لها همية ما لها إلا تسليط الضوء كمشروع يقام كل أسبوع فأنتي شنرأيت بعد الموضوع لا بالحكس النوادي بشكل عام كل النوادي جهودها مشكورة ليش لأن النوادي تتكون علاقة بين الطلبة النادي وبين الطلبة بشكل عام وإضافة إلى علاقتهم مع سوق العمل لما أنا أتخصص هذا التخصص بالذات سواء أي تخصص من الموجودين حاليا أو الغير موجودين شنو بعدين أنا ممكن أشتغل وين الفرص العمل التي أنا ممكن أتفاعل معها وين أنا أقدر ويد يسقل الشخصية يعطينا مهارات معينة أحنا نقدر تفيدنا بعدين حتى نحاق الشغل العملي بالواقع يعني هذا شيء دليل واضح أن هذا مضيع للوقت ولا هو تجاهل للأعمال التي تقدم منها إنما التركيز عليها والتكذيف عليها أكيد مجهود طلابي قاعدين يبرزون كثر ما يقدرون طاقاتهم ويفيدون غيرهم وفي النهاية أكيد سوف يستفيدون الاقتصاد دعونا ننتقل بدر ما نردك من الناس التي تقولون أن هذه الندية تقام على أساس أشياء شخصية ومصالح شخصية لتسويق بعض الأمور غير صحيح هذا غير صحيح تماما أنا أمارة لا أفكر عن باجة الندية لأنني لا أستطيع معهم لكن هناك نادي نادي نحن نقوم بدرسات كبيرة جدا أشياء مستقبلية رؤيتكم المستقبلية وعلى مستوى العالم لا أشياء لبسة الكويت لا ناقض طبعا مشكورين بالعلوم السياسية يقولون تقارير لهم لأن الدول المصدرة للنفط على سبيل المثال هذا يهملك دولة الكويت مصدرة للنفط تتقسم دولة الكويت تعتبر النظام يسمونه النظام أبوي بترولي استبدادي بس كم السداء لا يهم الكويت حاليا تعتبر أفضل مثال لأسوأ حاله كأر اقتصاد نحن دول الخليج نشارك نشارك نفس الموضوع نحن دول الخليج نشارك نفس الموضوع بالنظام السياسي هذا لكن هناك فرق بيننا بينهم عندهم توحيد بالقرار لدينا مشاركة بالقرار لديهم عن درق مجلس الأمة وبعض هذه المشكلة هني سببها عندنا بمجرد ما ترتفع عائدات النفط من هذا أكثر الباحثين اقرروا على الشيء هذا بمجرد ما ترتفع عائدات النفط رح ترتفع مع سحر العملة المحلية جميل ما يحدث بمجرد ما ترتفع سحر العملة المحلية يقل عندك القطاع الإنتاجي القطاع السناعي رح نعتمد أكثر شيء على الاستيراد وتصدير عندنا حياتنا كل استيراد أيوة ما حصل لدينا صارت الناس كلها اللي يسمونهم الوساطة مالية صار عندنا ما يسمى حاليا اليوم بالمرض الهولندي داجتسيز أو داء الهولندي هذا الداء الهولندي بتعريفه بكل بساطة حصل ببداية السبعينات لمن هولندا لقيت مصدر طبيعي اللي هو الغاز بدأت صدرة طاح عندهم يعني وبنهاية بدر أنت ترفض موضوع أن هذه الهولندي ما تتعمل على مصالح شخصية إنما تفيد التخصص نفس اللي هو الاقتصاد التعمل على تقويم وتقوية الطالب في مجال علم الاقتصاد صحيح إيوانا تجاوب تكثر مني أنا أعطيتك المختصر اللي أنت قلته عند الشيء في ناس راعوا بالبورصة وقالوا أم لما أم لضاعوا فأنا حولت بإي لهم الإجابة اللي أنت قلته راح أرجع لك خالد حين رجع معك لازم نرجع معك خالد راح تكلم عن موضوع جدا جميل وحساس يفيد الطلبة من البعض لبقية متواصلين معكم مشاهديننا وحوارنا واي شيء في صراحة وقعدينا نستفيد من طاقات الشبابية اللي موجودة عندنا بالكويت والأندية الجامعية أكيد طبعا رد لخالد مرة ثانية ورد ضيوفنا الكرام في الستيديو خالد ننتكلم عن موضوع شوية لش أنا قد حزاس قبل ما أطلع فاصل لأنه فيه تقادر بعض كطلبة أو كناس من القوائم أن بعض الأندية مدعمة من القائمة لأنه تقريبا تقدم خدمات على مستوى الجامعة للطالب ففي ناس تعتقد أنها تلجأ كطلبة إدارية يعرفون يعني مثل ما أقول لك أنه والله الأسبوع الفلاني أو هذا للنادي الفلاني وهذا الأسبوع الفلاني حق الرابطة الفلانية فأكيد ساعاتكم في مثل ما تقول لبس بالموضوع أنه والله الأسبوع الفلاني من اللي يمسوي الرابطة أو النادي فما حد يدري بالموضوع شيء أكيد بس أغلب الأندية تثبت شخصيتها في الوي كمالها تبرز شخصيتها في الويك يعني مثلا أسوي نشاط معين يقول مثلا التخصص مالي فالناس يعرفون هذا مثلا حق التسويق أو عند بدر يقول يسوي نشاط خاص في الاقتصاد فيقولون هذا حق نادي الاقتصادي سالفة اللندية مدعومة من قوائم مع عضد لا أي ولا يعني شوية يرخضون دبلوماسي لا أنا شوية أقول لك أنا كمصلحتي كنادي أو كرئيس نادي 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 لدارة التسويق مصلحة لولا مع الرابطة الجمعية يعني أي شيء أي منهم عجزت أني أسوي ممكن أني أروح الرابطة يساعدوني في عملية مصلحة متبادلة تقدر تقول مصلحة متبادلة بس أني أكون تابع لقائمة ومعينة هذه لا مو معها أنت يعني ما تبي أنا مو معها أكيد حلو ننتقل لجغالية ما شاء الله طبعا وائد أندية موجودة وكل نادي له تخصصها ولها مجهوداتها طبعا على مدار السنة هذه يكون في عندكم أنشطة على مدار السنة بالجامعة نفسها اللي نبي نعرف أنه شون يتم التوزيع بينكم على مدار السنة من الجامعة نفسها يعني أكيد لكم تخصصكم لكم وقتكم لكم تخصصكم لكتوتكم شون تقدرون يعني تقيمونها خلال السنة تخصص مع الجامعة طبعا معكم مع الجامعة ايه بالضبط طبعا طبعا أنت مثل ما عرفت أننا نحن عندنا سبوع ما شاء الله عليهم الماركتينج مه ما هو لون واحد قبل يخطط عشان يسوي هذا السبوع نحن نسوي هذا السبوع عشان نعرف الطلبة عن أي تخصص بس عشان نخطط له طبعا يبي له قبل كورس خنقول أن أنا بسوي اسبوع ففي أساليب نتبعها مع التوجيه والرشاد ومع العمادة أنا أروح مثلا للعمادة أحجز طبعا موفرين لنا مثل قاعة اللي شفتوها على الشاشة قبل شوي هذه عندنا قاعة مفتوحة شكلها دائري أنت كل يتعلم من دارية طبعا السيركل أشوان كتار في الاسم أنا بالجامعة السيركل أنا بالجامعة سنين لا الحمد لله السيركل أوكي أروح عند العمادة أشوف هذه السيركل فاضية هالسبوع ولا مفاضية في حلقة عندها فعاليات ولا ما عندها فهو يطلع عند الرزنامة يشوف لي متى الأسبوع الفاضي أقول لا خلاص اعتمد أنا أبي هالسبوع عندي أسوي سبوع حق نادي يقول لي أوكي مو مشكلة فمن خلال هذه الأسانيب هنا نسوي عندنا الأسبوع ونقدر هذه الأسبوع حقنا نحن نسوي مثل ما نبي طبعا نفس الهسان التي نتبعها إذا نسوي دورة أو ندوة وأنا الآن أوجه لكم دعوة للمشاهدين أن الأمايس لدينا ندوة أسبوع اليوم الأثنين عن طرق الإقناع والتأثير جيد هذه دعوة للكل في طلبة العمدالة وتخصص الأمايس في الجامعة يوم الثين وين ستكون قاعة نتكلم عن موضوع النوتات التي توزع من قبل الأندية كخدمة للطالب ولكن لا تعتقدين أن هذه النوتات التي تقدم للطلبة تجعلهم يملون من موضوع البحث فلا يلجأ للبحث أن يطلق نوتات أو ينوت مع الدكتور في المحاضرة أو يلجأ لنوت جاهز لا النوت الجامعي طبعا الذي يقدمون هذه النوادي أو الرابطة كلهم هذا جهد مشكور علي لكن ممكن بعض الطلبة يستغلونها وما يدرسون مثلا الكتاب أو البحث الذاتي الذي يقومون لكن الطالب الذي يحب يعتمد على نفسه ويحب يأخذ خبرة ويستفيد من المادة العلمية دائما يلجأ للكتاب أول كمادة علمية أولية يدرسها لماذا؟ لأن الكتاب دائما يكون في أمثلة دائما يكون في مخططات دائما يكون في رسومات بيانية توضح المادة العلمية أكثر ممكن الطالب نفسه يستفيد من النوت كمراجعة فقط يعني كمراجعة على دراسة إضافة لمعلومات التي لديها مراجعة وليس إضافة أكيد فهي كل شيء مساعد حق الطالب نس ما قلت أكيد يعطيك العافية باختصار يعني تعذرنا على الاختصار بدر لكم نظرة مستقبلية حابين توجهونا على المستوى المحلي أو الخارجي أكيد لأن مثل ما تعرف أن الحياة الأكاديمية بعيدة عن الواقع مختلفة فعنا نحاول نكون حلقة توصل ما بين كبادرنا التي تتطلع التي تتطلع التي تتطلع السوق العمل على اساس أن يكونوا متوافقين معه وفاهمين وعارفين الوضع عن طريق دورات وامور كثيرة نحن قمنا أكثر من دورة لدينا دورة مع الشيخ أحمد الفهد اسمها النظرية الواقع الطبوح سويناها من قبل والحين في دورة خلال الشهر هذا ثلاث دورات دورة حق الشيخ الشيخ سالم العبد العزيز محافظة مركزي السابق وشيخ محمد صباح السالم وزير خارجي السابق وبدر السعد الأستاذ بدر السعد رئيس هيرام الاستثمار أساسا يوضحوا لحق الناس شنو الحياة الأكاديمية وشنو الواقح ونحاول نربط بينهم الله وفدكم الله وفدكم بدر ما شاء الله أنا الأمانق أشوف فيكم طاقة شبابية تشكر عليها والله وفدكم إن شاء الله تطورون والناس تقتنع بالكلام يا تكترام مايس ولا ماركة تقعد كيفكم وموقع طلب خالد بما أنكم بلشتوا من أمس من يوم لاحد إلى يوم الخميس عدل الأسبوع على عجالة قلنا رأيك في هذا المعرض وشنو توصلتوا طبعا فكرة المعرض هي موجودة من زمان خذت منها تقريبا كنسة كاملة ما قدرنا نطبقها لسوء إنه ما في حجز اللي قالت اللغت لنا الروح لازم نحجز فكانت الفكرة موجودة من زمان بس ما قدرنا نطبقها طبعا فتاحك أنامس أنت حضرت أمس معانا وشفت تفاعل الناس والناس وائد حبت في بعضهم ما فهموا الفكرة عدل إذا يقدر يشرح الفكرة ما أدري لكن الأسبوع مكمل يعني اليوم ثاني يوم اليوم كانت عندنا ندوة للمبدع عمرو رفاعي صاحب مطعم سولو بيزا وعندنا ندوة ثانية راح تكون عقب باتر يعني مو باتر عقب باتر برنامج أقول باسم برنامج برنامج عريق القائلة طبعا كلهم زملائنا خالد وبدر وأميم وأيضا غاليا يعطيكم ألف عافية سمحون خذاننا الوقت لأن عندنا شيء مهم راح تفضل فينا أكيد كل الشكر لكم وعذروننا لأن ربكة اللي سايرة معاننا هنا على السريع لأن كلنا طبعا مشاهدين أنا حق معاكم ورح ننتقل خلص برنامج لأن معاننا خطاب صاحب السمو أمير بيرات شيخ صباح الحمد الصباح خلونا نشوفكم باتر صاحب السمو اشتركوا في القناة صاحب السمو